وهذه صور أولية تصلنا إذن لهذا الانفجار الشديد كما يوصف الذي وقع في مصنع بجنوب إيران مع إصابة 81 شخصا هناك مساء اليوم في داخل هذا المصنع فيروز أباد لكاربور سوديوم ماذا لدينا أيضا من معلومات راوية؟ إذن كما نشاهد وذكرت هذه المشاهد لانفجار في مصنع بفيروز أباد جنوب إيران طبعا 81 شخصا تسمموا أو إصابة هناك إصابة أغلبهم لديهم إصابات بالتسمم طبعا تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط مدينة جم مع مدينة فيروز أباد حيث حصل الانفجار لوجود غازات سامة في المكان وهناك فرق تحقق في طبيعة وأسباب هذا الانفجار ونرى هذه الأدخنة والناس يتجمعون حول مكان الانفجار نشاهد طاهر حيث أغلب الإصابات كما يشير الأخبار للخبر العاجل عن الإعلام الإيراني كانت بالتسمم بسبب الانفجار داخل هذا المصنع ذكر أيضا في الأخبار أنه تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط مدينة جم كما قلت مع مدينة فيروز أباد نظرا لوجود هذه الغازات السامة نتحدث عن 76 شخصا أصيبوا بالتسمم إذن جراء تلوث الهواء وانبعاث الغازات السامة إثرى الانفجار نتحدث عن اتيجة وانبعاث الغازات السامة وانبعاث الغازات السامة